السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ ام فاطمة ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تعنهار اليوم اليوم تحضيرات حلويات عيد الاطحاء المبارك لرحل الابواب جبت لكم صابلي بالزيت وملعقة كبيرة مارغارين وبيضة واحدة المادة قطعها اكتر من رائع يعني اللي دوقها ما يعرفش باللي مخدوم بالزيت يجيب الزاف بنين اتمنى شاء الله تجربوه وتنجحو فيه ونروحوا الان نبدأوا مباشرة في الوصفة في طريقة التحضر لكل مرة نفكركم فيها اخواتي ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس ما تتوصلوا بالجديد وما تحرمونيش من لايكاتكم نبدأ بسم الله في المقادر الحلوة كما قلت لكم حلوة بنينة فيها واحد المكون اللي غدي زيدي يعطيها طراوة وبننا كتر واكتر هنا يديد كاس تقع الزيت لدينا كاس تقع سكر غلاسي لدينا كاس تقع المايزينة او نشاء الدورة لدينا نصف علبة تقع فلان دوق شوكولاتة لدينا بيضة لدينا زوج مغرف كبار تقع كاكاو بوني لدينا ملعقة كبيرة تقع مارغارين طريا ملعقة كبيرة تقع بودرة الشانتيي لدينا الفارينة نصف علبة تقاميها كيميائية ودرت قرصات تقع الملح أولاً نضع الزيت هنا نستعمل الكاس صغير كمية مليحة لعيد الأطحى ضفت هنا بيضاء بحرارة الغرفة ضفت لها كاس سكر ناعم نضيف هذا الفلان بدوق الشوكولاتة نصف علبة ونخلط هذه المكونات مليح بالخلاط اليدوي كما تقول تخدموها بيتكم ولا بالباتر كما تبغوا على حساب المتوفر عندكم نخدمهم مليح مليح نضيف هنا الكاكاو هنا استعملت كاكاو بني الثاني واحدة بنا روعة ونعاود نخلط المكونات حتى نساجم معها بعض جربوا هذه الحلوة في العيد نضيف الملعقة الكبيرة تاع بودرة الشانتي نضيف الملعقة كمليح ثم نضيف الملعقة بالتدريج نضيف الملعقة بالتدريج ونضيف الملعقة بالتدريج ونضيف الملعقة بالتدريج نضيف الملعقة بالتدريج نضيف الملعقة بالتدريج نضيف الملعقة بالدريج نضيف الملعقة ب телефон نضيف الملعقة بالتدريج لا تنش Frank مال сама 24 الهوة تدريج القلب ؟؟؟ سمك متوسط نحلها بالحلال نفرشها بورقة طهي و نقطع قلوب أو ضوائر كما تبعو الشكل الذي تبعوه و هنا إذا قدرتوا حبة واحدة سيعطيكم حتى 40 حبة إذا قدرتوا حبة فك حبة سيعطيكم تقريبا 20 حبة هنا يبقى لكم الاختيار هنا كما كنت تفو انا قدرت شكل الاول قلوب و نضعها غيب العقل نضعها في البلا ندخلها الطيب على درجة 180 درجة النار تكون متوسطة الحلوه سوف نقلعها كما تعرفوا عجينة الكاكاو ما تطولناش يعني في الفرن نخليهم يبردوا تماما من بعد نشوفوا التزيين التاحة من شاء الله الحلوه التاعنا كما رانا نشوفوه للقاطو التاعنا كما رانا نشوفوه هذا هو الشكل التاعو درت كما قلت لكم الشكل القلب والشكل التاني على شكل زهرة شوفوا السمك التاحة يعني ستعرفوا القياس فقط أو السمك هنا الشكل التاني هنا تبغوا تلسقوها بالمربا بكريمة الشانتيية بالشوكولاتة الطالية كريمة الزبدة المربا عندكم بزاف الاختيارات اي كريمة تحتام ديها تلسقي بها ليصاب لي توعك أنا اليوم غدين لسقها بلاجولي يعني فقط حلوة جافة ندريت لها لاجولي كما تقول يعني تديروا لها اي حاجة تبغوها بهذا الشكل نقلع الفائد ونكمل بنفس الطريقة لسق كذلك الشكل التاني اللي هو على شكل زهرة ندريت لكم في صندوق الوصف ان شاء الله رابط كريمة الزبدة بالبيض و بدون بيض هكا بها تحضروها تلسقو بها ليصاب لي توعكم تعطيكم نكهة مميزة خاصة اذا درتوها بنكهة القهوة و لنكهة الشوكولاتة نكمل و نعود و نرجع هنا كمرة نشوفو ديت ورقة الطهي هنا دوبت كمية الشوكولاتة سوداء على حمام مائي كانوا بثاف أخوات رسلوني في صفحتي على الفيسبوك على الشوكولاتة يعني أنا الشوكولاتة الطريقة التي نعتمدها هي ندير الشوكولاتة ندوبها بعد نضيف لها الماء الساخن يعني اللي تكون يغليد في الكسرونة هو اللي نديرها في الشوكولاتة و نبقى نخلط نتحصل على الشوكولاتة كما كنت تفوا لامعة و اهم حاجة انها تنشف لنا بالخف وما متكون درجة حرارة يعني بلغ 50 درجة الشوكولاتة تبقى محافظة للشوكولاتة ما غاديش الدوب ما غاديش تبدا تتلاسقك من هكاك ستقوني جربوها غادي تنشحوا فيها تسيبوا الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف يعني وهنا الشوكولاتة ما تضيف لها ولو فقط دوبها بعد تبدأ تضيف في الماء بالتدريج تلقاوا كامل التفاصيل في الفيديو هنا ايضا الحلوى التي تبقى تطلوها حلوى للحبة كامل او تطلوها كما كنت تشوفوا انا درت غلاسيتها درت غير النص النص الاخر غادي نديرها ممكن نديرها الكمفيتور وديرها في النواة كوكو او لا في الكوكاو ممكن تضيفه بالكاكاو ممكن تضيفه بالشيط في غلاس عندكم الخيارات متعددة والتزيين دائما يبقى لكم اختياري يعني على حسب ما توفر عندك وعلى حسب ما عندك في الدار ممكن تضيف الحواف وديرها في النواة كوكو وديرها في النواة كوكو وعن تجربة نجعل القاطو التعيين حلوى التعناة كما رأينا نشوف راهي جاهزة هنا انا النص الثاني دلت له السيكرو غلاس يعني بعد ما نشفت الشيكولة حطيت قطعات ورق ورشيت السكر الناعم على النصف الثاني من الحلوى خليتها نشف التمليح وقدمتها في الكيسات هنا بحجم حبة واحدة هذا هو الشكل التاحة كما قلت لكم تعطيكم حتى الربعين حبة نقسم لكم حبة كيف يأتي الشيش والطري وكما قلت لكم اللي يدوقها ما غاديش يعرفها باللي ما يخذون بالزيت الأخوات اللي يكون عندهم عرس ولا فرح ولا اعتمدوا هاد العجينة ويصدقوني غريجيكم بزاف ابننا غادي النتيجة التاحة غادي تبهركم ما بقى لين نقولكم أخواتي ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تانهاليوم ما تحرمونيش من لايكاتكم والتعليقاتكم والاشتراك في القناة باتتوصلوا بكل ما هو جديد نقولكم إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة وتهلوا في أرواحكم اشتركوا في القناة